كلمك على مستوى مسابقة الدوري والتنافس في مسابقة الدوري نادي الزمالك فقد ابناط كتير نادي الزمالك تعدل له تعدلين خسر له ثلاث مرات خسر من M.B. وخسر من Z.D. وخسر مش عارف من مين تاني يعني ضيع ابناط يعني نادي الزمالك ضيع ابناط فأكيد هو مش عايز الحنفية بتاعة الابناط بقى ديت أكيد تقفل أكيد عايز يرجع نفسه للسبق فطبعا هيبقى توقف طويل وحيبقى فرصة لنادي الزمالك أنه هو يرجع آه النظيمة الثالثة من النادي المصري فثلاث هزايم وتعدلين جان مع المقاولين ومع بيرامز فأنت بتتكلم ثلاث هزايم تسع نقاط وبتتكلم أربعة كمان من تعدلين يعني أنت بتتكلم في تلاتاشر نقطة وأنت يدوبك لسه بتلعب لعب الزمالك تسع مباريات ماكملش عشر مباريات فلا كتير إن الزمالك يفقد الموضوع ده زي ما بقول لحضراتكم نهاردة مصطفى شلبي رجع وكان يعني ناس مفصوطة إنه هو بيرجع في التوقيت ده طبعا كان نفسهم في نادي الزمالك أكيد إنه هو يرجع فيه فترة قبل كده يمكن إصابته طولت شوية ولكن الإصابة كانت جمدة وكان لازم الراجل ياخد وقته علشان يتعافى برضو موضوع اللي هو الشروخ والكلام ده بياخد وقته فطبعا يعني بنقول له حمد الله على السلامة العيب مهم حيفر وجوده جدا مع نادي الزمالك برضو الشيكبالة النهاردة بدأ ينزل شارك في التدريبات الجماعية يمكن مبارح ما كانش الرجل شارك مع إنه كان يقدر يشارك ولكن كانت رؤية الجهاز الفني إن الشيكبالة يخش يعمل بعض التدريبات البدنية في الجيم ويأجل الدخول في التدريبات للنهاردة الرجل دخل واشتغل النهاردة برضو الشيكبالة طبعا الدنيا كانت مرياحة الزمالك كان يمكن هيبقى عنده حمل مباراة السيراميكا كليوباترا اللي كانت هتتلعب يوم اثنين ولكن بعد تأجيل الأربع مباريات اللي كانوا هتتلعبوا يوم اثنين يناير فخلاص تأجلت مباراة السيراميكا وبالتالي بقى الزمالك فاضي وكان القرار إن اللعيبة كانت تاخد أسبوع راحة من فترة وخد خلاص الأسبوع خلص ورجعه نفس الموضوع بالنسبة لمحمود علاء وهو كان أحد اللعيبة اللي مصابة في نادي الزمالك وخلينا أقول محمود علاء وجوده في نادي الزمالك مهم ومحمود علاء من أفضل المدفعين اللي موجودين في مصر ولكن دايما بنقول كده وهو محمود علاء واقف على رجله ويبقى جاهز بدنيا بنسبة 100% وهو بدنيا واقف على رجله 100% من أفضل المدفعين في مصر ومركز في الملعب جوه الملعب وبص بأكد على حضرتك في كلمة جوه الملعب محمود لو مركز وجاهز من أفضل المدفعين اللي موجودين في مصر لا جدال فأنا بتمنى له على المستوى الشخص اللي أنا بحبه جدا محمود أتمنى له التوفيق الفترة اللي جاية وتمنى أنه هو يبقى مركز وتمنى بقى دماغه ما تروحش ليمين ولا شمال مع أي حد يحاول عايز ينرفزه يزعله يضايقه يستفزه أي حاجة من الحاجات ده هيت جمهور مش جمهور بتاع ركز بس يركز في الملعب طبعا برضو كان فيه تدريبات قوية لحراس المرمى محمد عواد محمد صبحي ويمكن الفترة الأخيرة برضو محمد عواد مستوى برضو ارتفع بشكل كبير مع نادي الزمالك وقد ثقة كبيرة طبعا خصوصا بعض المشكلة بتاعة محمد صبحي جابت المعمل تمت جمال من النوع اللي بيحب يتكلم عن اللعيبة دايما حتى قبل أي تمرين بيحب يجمع لعيبة يتكلم عن اللعيبة يحب يتكلم على أكيد على الأمور الفنية ولكن هو برضو بيركز على الأمور النفسية بشكل كبير لأنها مهمة جدا بالنسبة للعيب الكور ودايما بنقول شيء جميل أما المدرب اللعيبة تحبه لأن ده برضو موضوع صعب إن انت تبقى مدرب وإن انت تبقى بتتعامل مع اللعيبة كويس واللعيبة كلها بتحبك وفي نفس الوقت بتسيطر على قط اللبس تيت بتخلي دايما الإدارة وقفة في ظهرك فأي حاجة النهاردة على سبيل المثال يعني احنا بنتكلم على الكابتن معتمد جمال النهاردة احنا بنتكلم على كارلو أنشلوت المدير الفني لريال مدريد والناس في ريال مدريد بيجددوله النهاردة سنتين لصيف ستة وعشرين بعد ما كان هيخلص الصيف اللي جاي الصيف أربعة وعشرين والراجل يعني منتخب البرازيل مكلمه ومنتخب البرازيل مستنيه بلد كاملة بلد بتاعت الكورة البرازيل وقفة مستنيه كارلو أنشلوت ياخد ياخد قرار احنا عارفين الراجل ما يشي هو الراجل بتاع أندايا الراجل ما بيحبش يدرب منتخب ولكن تتخيل رغم كل دوت منتخب البرازيل مستنيه فقال له ححسم خرار الراجل قعد واتفق وكده ححسم خرار وطلع نادي ريال مدريد قال لك إيه قال لك الراجل مسيطر لي على قط اللبس الراجل اللعيبة بيتعامل مع اللعيبة كويس و اللعيبة كلها بتحبه و هو بيحترم اللعيبة الراجل عنده مشاكل كتير و عنده إصابات كتير وانا بكلمك على انشلوت دي الراجل عنده مشاكل كتير وعنده اصابات كتير ومع ذلك الراجل ما بيعملش مشاكل فان انا اصل ان انتقالات الصيفية حاجيب كذا والشتوية حاجيب كذا ومش مكبر الموضوع الراجل لحد دلوقت في موسم ثلاثة صليبي وما عندوش مشكلة وبعد كل اللي قاله ده يعني حتى ايه يعني هما قال لك كده واضحة قال لك ما بيشغلناش بصفقاته ومجامع ان المدرب انت عارف ومدير فان يجي يقولك انا عايز وعايز 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 انما هو ما بيشغلهمش انا حمشي حمشي الدنيا زي انا ما عايز وهو بيرز بيحبه والحاجات ده بصراحة وبعد ما قال كل الكلام ده واتقال لك ايه قال لك ومع الحاجات دي كلها الراجل بيكسبني يعني بعد التوافق والتبديل اللي بيعملها دي كلها والمشاكل دي كلها والاوبشن الحلو اللي مدهول انه مش ضغط عليها في فلوس كقداري تنادي هو الراجل بيكسب وده هوت خلاص دخلت اجاست الشتاء والراجل متصدر الدوري اه متصدر الدوري بفرق اهداف عن جيرونا ولكن جيرونا مفاجأة السنة دي خلينا نقول جيرونا مفاجأة ولكن الراجل فارق عن اتليتكو مدريد وفارق عن برشلونة والراجل عامل ماتشاط ولا اروع من كده بس انا قلت بس اقول لحضراتك الموضوع دوت لان التعامل النفسي مهم جدا مع اللعيبة ان انت اللعيبة تكون بتحبك وده موجود مع معتمد معتمد بيعرف يتعامل مع اللعيبة واللعيبة بتحبه يبقى طبعا اهم حاجة زي ما بنقول السيطرة على قط اللبس مهمة انا اتكلمش بقى هنا على نادي الزمالك بقى بس لا اي نادي اي نادي السيطرة على قط اللبس كل حاجة تبقى تحت عينك انت المسيطر انت مفيش حد دماغه تسرح تروح شمال تروح يمين لان الموضوع دوت بيبوز اي حتة واي مؤسسة واي نادي واي واي واي